بسم الله الرحمن الرحيم عزيزان مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس هتكلم مع حضراتكم في موضوع أو ما يخصناش بشكل كبير لأنه يخص نادي الهلال السوداني والاتحاد السوداني بعيدا عن النادي الاهلي واللي فيه النادي الاهلي خلال هذه الفترة أنا بتكلم وأنا بتحك وسعيد ومبسوط بتحك وسعيد ومبسوط لأسباب كثيرة جدا ولكن أول هذه الأسباب قبل بس ما أتكلم معاكم عن موضوع اللي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم فيه أول هذه الأسباب الالتفاف الشديد الالتفاف الشديد من كل الأهلوية حوالين النادي بتاعها ده اللي بيخلي الواحد مبسوط ده اللي بيخلي الواحد سعيد خلي بقى لحضراتكم هناك بعض من الإعلام الغير رياضي الإعلام الغير رياضي خلي بقى لحضراتكم من الكلام بيحاول وكانت واضحة مبارح تحديداً وأول مبارح في بعض البرامج الغير رياضية هذه البرامج بتحاول في شيء واحد فقط وهو زرع فتنة ما بين جمهور النادي الأهلي وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني الموضوع ده أنا تكلمت فيه مبارح ومرة تانية أنا بتكلم فيه النهاردة مرة تانية أنا بتكلم مع حضراتكم النهاردة لكن الوعي الشديد الوعي الشديد لجمهور النادي الأهلي مخليني أبقى سعيد أبقى متفائل أبقى مبسوط ولكن مش كل الجمهور حيبقى عارف الموضوع ماشي إزاي وليه الناس دي تحديداً بتعمل كده ودلوقتي ليه الناس دي تحديداً بتعمل كده ودلوقتي وإيه اللي دخل أي حاجة بعيداً عن الرياضة في الرياضة لكن أوكي فيش مشكلة أول مبارح كان حصل الكلام ده وأنا زي ما قلت لحضراتكم اتكلمت في الموضوع ده مبارح النهاردة بقول لكم أنا مبسوط جداً 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 من الالتفاف الكبير اللي أنا شايفه حوالي مجلس إدارة النادي الأهلي وجهاز الفني للنادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها خلال هذه الفترة والقرارات اللي بياخدها أو اللي حياخدها أنا معرفش معرفش إيه اللي ممكن يحصل لكن القرارات اللي حياخدها أو بياخدها بتاخدها إدارة الكرة في النادي الأهلي الكل واقف في ظهرها مش الكل طبعا مليون في المية مش كل الناس ولكن النهاردة انا بتكلم بمنتهى الثقة لانه عدد كبير جدا من الاهلوية والله العظيم تلاتة كل الناس اللي بتكلمني احنا في ظهر مجلس ادارتنا وادارة الكرة عندنا وجهاز فني ولعيبة ما فيه واحد من اللي كلمني من امبارح للنهاردة ولا من اول امبارح للنهاردة الا لو بيقولك كلمتين دول انا نفسي لو اعرف اعمل كده كنت اسجل المكالمات الشديد اللي انا بتأثر بيها بشكل كبير جدا 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 عشان اسمعها لحضراتكم على الهوى لكن مش بقداية للأسف مش انا اللي اعمل كده لانها كلها كلمات بجد ناس كتيرة جدا جدا بتنقل للكابتن خطيب والمجلس ادارة النادي الاهلي ولللاعبين وللجهاز الفني احنا في ظهركه احنا زعلانين من بعض الامور ولكن احنا في ظهركه وعارفين ان انتوا قادرين على اصلاح اي حاجة لان النادي الاهلي اسمه كبير جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي انا بتكلم بانبساط بفرحة بفخر لانه ايه الجمال والحلاوة اللي انا بشوفها من جمهور النادي الاهلي هاشتاج بتعمل ان احنا سبعين الف فلستاد ان شاء الله يكون هناك سبعين الف فلستاد من يومين تلاتة كان هناك فاعلية كتف بكتف الشعب المصري كله الا حياة كان مفسود بيها وسعيد بيها وكانت حاجة حلوة جدا وفخر لينا كلنا ان احنا ان عندنا رئيس دولة ودولة بتحاول على قد ما تقدر ان هي اربعة ونص او خمسة مليون كارتونة بيتم توزيعهم في مختلف أنحاء مصر في مختلف أنحاء مصر حاجة الحقيقة الله العظيم الواحد هو قاعد بيتفرج على مثل هذه الاحتفالية بيبقى سعيد جدا 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 بمثل هذه الأمور نحن عندنا دولة بتخاف على ناسها من 4.5 ل 6 مليون كارتونة أنا آسف أن أنا بدخل الكلام ده في الرياضة ولكن أكتر حاجة عجبتني أن كثير من الشعب المصري 70-80 ألف مصري قاعدين ودمنتهى الاحترام ودمنتهى الأدب وبيسقفوا على كل حاجة حلوة بتتقال الرئيس لما طلع تكلم خلانا كلنا أنا بجد أعدت فرقت على الحفلة دي من أول دقيقة فيها لآخر دقيقة فيها 70-80 ألف مواطن مصري قاعدين في استاد القاهرة والريز بيتكلم معهم من قلبه إن شاء الله إن شاء الله أتمنى أن احنا نشوف إن شاء الله 70-80 ألف أهلاوي موجودين بيشجعوا فريقهم في مباراة الهلالة السوداني إن شاء الله على طبعا الأمن هو اللي يقول مش إحنا لكن لما تشوف هنا إيه اللي بيحصل وعظمة الدولة المصرية وللدولة المصرية بتعمله لأ إحنا نقول إحنا عايزين 70-80 ألف واحد يبقوا موجودين أهلوية وحيشجعوا نديهم وحيشجعوا لعباتهم ترجمة نانسي قنقر